وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر الجاري يهدف المنتدى بخلال هذا النشاط إلى تحسيس المواطنين وتوعيتهم حول نبذ الرشوة وخطورة انتشارها على استمرار النهوض بالمجتمع والتنمية إضافة إلى الإشادة بالدور المقام به في أطار محاربة الرشوة عفاً عبر سن القوانين المجرمة لها وفي كلمته بهذه المناسبة أكد عمدة بلدية نواديب السيد القاسم البلالي دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الرشوة نظراً لتأذير تفشي هذه الظاهرة بين الأفراد في عاقة مسار التنمية كما ذكر رئيس المنتدى الجاوي للمجتمع المدني سيد يحيو الدد في كلمته بضرورة تكثيف المعركة ضد الرشوة